الموازنة الجديدة اللي احنا النهاردة بدأت في شهر يوليو الحالي اللي هو اتنين وعشرين تلاتة وعشرين بتتجاوز الربعمية وتسعين مليار جنيه. وهنا انا بتكلم على برامج ايه? برامج الدعم طبعا دعم الخبز ودعم التموين المعاشات اللي النهاردة بقى فيه عشرة ونص مليون مواطن بيستفيدوا من المعاشات اللي الدولة المصرية بتقدمها. حضركم بس عشان نبقى عارفين تكلفة الكلفة المعاشات على الدولة المصرية السنة دي متين اتنين وتمانين مليار جنيه. بتصرف لعشرة ونص مليون مستفيد من الموازنة. الموازنة بتدفع منهم دعم مية وتسعين ونص مليار جنيه. والباقي طبعا من الاشتراكات ومن ارادات هيئة التأمينات الاجتماعية. لكن بس انا حابب احط للمواطن المصري قد ايه الدولة المصرية بتتدخل في هذا الموضوع. الجزء الاخر طبعا موازنة الصحة والتعليم اللي زادت وارتفعت بصورة كبيرة. دعم الاسكان الاجتماعي. دعم العديد من البرامج العينية اللي الدولة المصرية بتتدخل بيها لمساعدة الفئات الاكسر احتياجا وفقرا. طبعا برنامج تكافل وكرامة. وده يعني برنامج من اهم البرامج اللي فخامة الرئيس اطلقها على مدار السنين الماضية. واللي يمكن حضراتكم عارفين كويس يعني وكان جزء من التدخل علشان نواجه الازمة العالمية لسه من ثلاث شهور كنا ضيفين ربعمائة وخمسين الف اسرة. فكنا وصلنا النهاردة ان حاليا اللي بيستفيد من هذه المبادرة العظيمة مبادرة التكافل وكرامة كنا في حدود الاربعة واحد من عشرة مليون اسرة مصرية بتستفيد. واصبح البرنامج النهاردة تكلفتر اللي موجودة النهاردة في الموازنة اتنين وعشرين مليار جنيه. فاحنا بنتكلم على حزمة كاملة الدولة المصرية ضخاها ومحطوطة في الموازنة ربعمائة اكتر من ربعمائة وتسعين مليار جنيه من موازنتنا برامج دعم وحماية اجتماعية. انما الحقيقة يعني مع كل هذا العمل والجهد. او اذكر حضراتكم وكل المواطنين. احنا في شهر ابريل لما حصل موضوع الازمة والتضخم الكبير تدخلنا مجموعة من الاجراءات. اذكر حضراتكم بيها زودنا المرتبات اه تلتة شهر بدري والمعاشات اه اضفنا الربعمائة وخمسين الف اسرة لتكافل وكرامة ومجموعة من الاجراءات اللي اتعاملت فقط من تلت شهور. ويمكن ارجعنا موضوع الكهرباء وعرفين وعملنا الحقيقة اجراءات كثيرة. كلها هدفها ان ازاي نقف مع المواطن المحدود الداخل في هذه المرحلة الاستثنائية كدولة في حدود امكانياتنا مواردنا كدولة.